إذن مشاهدين دعونا أن نبدأ إلى فقرات الساعة الثانية تختتم اليوم فعاليات أيام الفيلم اليمني في العصمة الأردنية عمان في دورتها الثانية بعد مجموعة من العروض المميزة بصالة سينما ريمبو قدمت بتنظيم الهيئة الملكية للأفلام بالتعاون مع يامن الإبداع وكان حفل افتتاح العروض قد استهل بفقرة من الغناء والعسف الموسيقي اليمني شارك فيها فنانون يمنيون من الشباب بينما اجتملت عروض الأفلام على أفلام قصيرة ووثائقية وروائية تفاصيل أكثر معنا من عمان مريان ناخل منسقة الإعلامية للهيئة الملكية الأردنية للأفلام واحدة المنسقات لفعاليات أيام الفيلم اليمني أهلا وسهلا وصباح الخير سيدتي الفاضلة صباح الخير شكرا على الاستضافة في البداية صباح الخير مريان يعني بداية حابين نعرف كيف إيجا التعاون واللقاء بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ويمن الإبداع نحن بدايتنا كانت في الدورة الأولى من أيام الفيلم اليمني سنة 2017 واستكملنا في الدورة الثانية هذا العام فمثل ما حكيتي أيام الفيلم اليمني هي بتنظيم من الهيئة الملكية للأفلام بالتعاون مع مبادرة يمن الإبداع إجت الفكرة يمكن لأنه ارتقينا ضرورة وجود فعالية سينمائية بتركز على عروض أفلام عن اليمن ومن اليمن نظرا للأوضاع الصعبة طبعا اللي بتشهدها اليمن وللأسف الظروف المتردية اللي بتمر فيها البلاد ولكن ليس فقط بسبب ذلك وإنما أيضا ارتقينا ضرورة أنه يكون في فسحة سينمائية بتسلط الضوء على الطاقات والإبداع اللي موجود بين صفوف الشباب والشابات اليمنيين من صناع الأفلام يعني الأفهمة من كلامك عن اليمن ومن اليمن هذا يعني أنه الأفلام المعروضة والمشاركة أو الأعمال المشاركة كلها يمنية مئة بالمئة سيدة مريان في البداية هو اليوم الافتتاح افتتحنا بمجموعة أفلام يمنية قصيرة هي فعلا من إخراج صناع أفلام يمنيين يعني ربما مجموعات تختلف من ناحية الانتاج انتاج يمني كان في مجموعة أفلام نتاج ورشة تدريبية اسمها مخيم قمراء للأفلام الوثائقية كان في عنا مجموعة أفلام روائية قصيرة من انتاج منظمة اليمن ستنتصر ولكن في اليومين التاليين في عنا أفلام فيلمين وثائقيين من إخراج صناع أفلام أجانب ولكن طبعا عن اليمن يعني شو هي أو القضايا اللي بتتناولها الأفلام المشاركة في هذه الدورة بالذات نحن لاحظنا أكتر شيء في الأفلام القصيرة اللي عرضناها كان فيه يمكن خط مشترك أنه صناع الأفلام اليمنيين خصوصا في الأفلام الوثائقية ركزوا على القصص الإنسانية في اليمن نقدرنا نشوف قصص مثلا تتعلق بفنانين يمنيين والصعوبات اللي بعيشوها أو ربما في بعض الأحيان الرفض الاجتماعي لمهنة الفنان أو لمهنة الموسيقي وعلى الرغم من ذلك نشوف هاي الشخصيات اللي تعرفنا عليها في الأفلام الوثائقية القصيرة أنه عندهم إصرار وشغف كبير للموسيقى أو للفن وللتمسك بهاي المسيرة المهنية وفي أيضا طبعا بأفلام أخرى من الأفلام القصيرة قدرنا نشوف الواقع اليمني سواء الواقع المتعلق بالمستوى المعيشي الصعب في اليمن قضايا أو مشاكل البطالة اللي بعانوا منها الشباب وخاصة الشباب والشابات المتعلمين واللي أنهوا تعليمهم في المقابل عم بيواجهوا صعوبات في سوق العمل فالمواضيع فعلا كانت متنوعة يعني هو اليمن يمكن بيها بئر من الأحداث حقيقة ممكن استغلالها في أعمال مختلفة أعتقد دعش عمل يمكن مشارك في هذه الدورة الصحية تنوعت ما بين أفلام قصيرة وروائية ووثائقية 11 فيلم قصير في اليوم الأول لهو كان يوم الأحد إحنا مبارح كمان عرضنا فيلم وثائقي بعنوان الدم والقمر فيلم شارك في عدد كبير من المهرجانات السينمائية منها مهرجان برلين السينمائي تورونتو السينمائي واليوم آخر يوم أيضا مع فيلم وثائقي نعم مريان في تعاون مع اليونيسيف يعني كلمينا أكتر عن هذا التعاون وكيف إيجا وشو بيمثل هو على هامش أيام الفيلم اليمني يسبق العروض اليومية فيديو قصير هذا الفيديو القصير هو نتاج برنامج تدريبي نظمته منظمة اليونسيف في مدينتي عدن وصنعاء في اليمن في سنة 2018 فالبرنامج التدريبي طبعا كان بيستهدف الأطفال بشكل أساسي لتدريبها مجموعة الأطفال على صناعة فيديوهات قصيرة بيقدروا يحكوا فيها مواضيع بتتعلق بواقعهم في اليمن فنحن في الهيئة ارتقينا أنه قبل العرض الأساسي كل ليلة نبتدأ بفيديو قصير من هذه الورشة التدريبية وطبعا كان التركيز في الفيديوهات الثلاثة التي استخدمناها على مواضيع تتعلق بالأطفال اليمنيين سواء عمالة الأطفال، انتهاكات ضد الأطفال أو تدهور الحالة الصحية العامة يمكن كانت أول دورة في عام 2017 كما ذكرت حضرتك والدورة الثانية كانت في عام 2019 هل هذا معناه أنه كل سنتين ستنظمون دورة للفيلم اليمني وتكون فيها عمان؟ ليس بالضرورة كل سنتين نحن الشكل الذي قدرنا أن نطلع فيه حاليا في 2017 و2019 ولكن نتمنى أنه يكون سنويا يمكن آخر فيلم اليوم يمكن ذكرته هو اليوم الأخير للفعاليات هذه الدورة قلت أنه هناك فيلم وثائقي سوف يعرفه ممكن تحدثين عن تفاصيله؟ اليوم الفيلم الوثائقي هو بعنوان اليمن أسطورة مخبأة في أغنية هذه طبعا ترجمة العربية لعنوان الفيلم الفيلم هو من إخراج ومن إنتاج تركي ولكن مثل ما حكينا عن اليمن بيأخذ الفيلم شكل السرد التاريخي والمقابلات كونه طبعا فيلم وثائقي كونه اليمن كانت ولا زالت للأسف يعني مسرحا للصراعات الطائفية والثورات يمكن هذا الفيلم بيأخذنا أكثر لحقبة الحكم العثماني والصراعات الطائفية والثورات التي كانت تحدث في اليمن خلال الحكم العثماني طيب مريان يعني حبينا نعرف منك كيف أنت بتشوفي واقع الفن بصورة عامة والسينما بصورة خاصة في اليمن يعني في ظل الظروف الحالية يعني نحنا يمكن من خلال تجربتي في برمجة أيام الفيلم اليمنى قدرنا فعلا نلمس أنه خصوصا من الأفلام القصيرة اللي هي من صناع الأفلام اليمنيين أنه في طاقة كبيرة وفي شغف كبير للسينما بالنهاية السينما هي مرآة للشعوب في كل مكان بغض النظر عن الإمكانيات بغض النظر عن المصاعب الشباب والشابات دائما قادرين على إيصال أصواتهم وقصصهم من خلال مرء والمسموع خاصة في عصرنا هذا طبعا طيب بما أنه هناك ممكن تعاون ما بين الهيئة الملكية الأردنية الأفلام ويمن الإبداع هل هذا يعني خلينا نفكر أنه ممكن نشوف أعمال مشتركة أردنية يمنية في المستقبل؟ هل هذا وارد؟ يعني نحنا في الهيئة الملكية الأفلام ليس لسنا جهة إنتاجية للأفلام ولكن بصورة عامة أكيد نتمنى أن يكون هناك إنتاج مشترك ما بين الأردن واليمن وما بين الأردن والدول العربية بشكل عام يعني مريان كنت معنا مباشرة من عمان المنصقة الإعلامية للهيئة الملكية الأردنية للأفلام وإحدى المنصقات بفعاليات أيام الفيلم اليمني شكرا كثير إليك وبهذا مشاهدينا فاصل ومن بعده نتابع شكرا للمشاهدة